خبر تاني مجلس النواب بكرة بإذن الله هيناقش مشروع الموازنة العامة ومن قبل ما المشروع يناقش في مجلس النواب الحزب المصر الديموقراطي بيعلن رفضه للموازنة العامة المفروض هتتناقش بكرة بإذن الله أسباب الرفض إيه هنعرفها من الأست功ارد عبدالعزيز شعبان وضو مجلس النواب على الحزب المصر الديموقراطي مسأل خير يفند أعمل سخ�에 عليك ولمشاهدين وكلكل سنة طيبين كل سنة وحضرتك طيب رفضين الموازنة ليه؟ يعني في أسباب كثير جدا دفعتنا لرفض الموازنة الموجودة إنها لم تحقق العدال الاجتماعية اللي كانت موجودة في الموازنة مع بيان حكومة يعني لو جبت بيان حكومة تبطيب الموازنة للأسف هتلاقيهم مختلفين خالص هيؤدي خالف الآخر خالص ليه ما فيش حاجة أثناء عدالة اجتماعية فاصل عشان كده هو لو جينا في بعض البنود الموازنة نحللها إنها مثلا مفترض الاستحقاق الدستوري اللي هو رفع الصحة والتعليم والبحث العلمي هتلاقي هذا الاستحقاق غير موجود بالمرة بالعكس الحكومة تحيلت على هذا الموضوع والدرجة إن هي مثلا حطت في الموازنة في التعليم عشان ترفع النسب لما حصل اللاجنة في قطة الموازنة بعد قلت أو اللاجنة الصحة أو التعليم رفضت الموازنة تحيلت على هذا الموضوع ومسلا تيجي في الجزئية هم تحطوهم مثلا زي مثلا إيه نقول المستشفرات التعليمية حطتها في الصحة الصرف عليها وحطتها في التعليم يعني هي هي تقدمتها من هنا نحطها هنا هو تقدمتها من هنا نحطها هنا لاجت إن هم حتى في الصحة بفهمة الصحة حطوا الصرف الصحي مع علاقة الصرف الصحي بالصحة أصلا تمام؟ فإذا ده تحيل على الصحة حتى رفع النسب حتى أعمل الاستحقاق الدستوري وده شيء موفوض إحنا كلنا نتمنى إن يتم هذا الاستحقاق الدستوري إن طبعا تكون لسه بتنقشوا موضوع دول الوقتي فيما اللي موجود في الصوفة بالتالي بس في رد تاني يا أستاذ خالد يعني الرد التاني بيبقى إن هي مزانية كده هو ده اللي عندنا أيوة بالزبط يعني هي بتقسم برضو أجيب منها طيب أنا برضو هقولي برضو هنجيب منها يعني برضو بس هكمل برضو جزئية تانية يعني مثلا نيجي لجزئية الإسكان يعني رفعوا نسبة الإسكان رفعوا نسبة الإسكان من 28 مليار لـ 50 مليار وتلاقي بند الإسكان الاجتماعي كانت 2 مليار السنة اللي فاتحة هو سيد الرئيس طبعا بحى صوته عشان يعمل الإسكان الاجتماعي السنة اللي هي في الموادنا حطوا مليار ونص فقط يعني نزلت مع ما إن فيه تضاقهم تمام فإيزا انت بتتكلم برضو فيه جزء بعدال الإسكانية بتهضر جزء تاني زي مثلا المياه الشرب والكهرب وغيرها تمام لحكومة رفعت إديها وتقلصت هذه من السنة اللي تقتل للسنة دي بنسب متفاوتة راجب إن برضو حتى لو بالنسبة تضاقهم مفيش ثاني حاجة الحكومة حطت سعر للبرميل البوترول في الموازنة دية حطت كل الدعم المحروقات فيها المحروقات فيها لأربعين دولار لبرميل وما قالتش في المستقبل مثلا لو البنزين ده أو المحروقات دي غليت هتعمل إيه في الخصة فإزا انت مع ميزانية مهلهلة مش قابلة تتدخل تتحقق معاها إن كنتي تعملي إسابات في مطر في إن كنتي تثبيت حتى الجيني بتاعك في مطر طب هو في حاجة تانية دلوقتي يا أستاذ خالد يعني من أول ما بقى عندنا مجلس نواب اسمح لي بس هقول لحركة بسرعة مقترح آخر وإحنا بنتكلم على إن إحنا كمواطنين عايزين الحكومة ومجلس النواب بيبقوا هما الاتنين مشتركين في إصلاح ما يمكن إصلاحه هل الموضوع هيبقى متعلقة بس بإنكوا رافضين ولا كمان بتتقدموا بمقترحات لتعديل الموزنة عشان تبقى متوافقة مع الدستور والاحتياجات طب جميل أو إحنا أنا بالنسبة لك المثالة دايق بكرة أو بعد بكرة حسب ما أخذها بالتلات دايق دول مش هعرف يعني هشرح الرفض والله هشرح إن أنا إيه المقترحات ولكن أنا عندي بعض المقترحات عدمها مكتوبة في الموازنة دي يتحق هذا منكذة تحق إرادات في مصر وده موجود بالفعل في مصر أنا مش عارف الحكومة حتى الحكومة يعني من ضمن الحاجات وحطها حتى من ضمن مقترحاتها الإرادات جايداها من ضريبة القيمة المضافرة وحتى الآن ده مكتوبة في القلب الموازنة وعشان كنتي في مشكلة فيها إن كنتي لسه ما نقشتيش أصلا على هذه الضريقة في المجلس يعني المجلس لم يقرح حتى الآن فتخيالي إن أنا بحط ضريبة القيمة المضافرة بدون أن هناك التلاقش في المجلس ونفرض إن البرلمان رفضها يبقى زي أنت حتطالي في قلب من ضمن الإرادات الموجودة حتى حطي رقم لما هيتحقق درس القيمة المضافرة يعني في كوارس في الموازنة ولكن في بعض الإصلاحات إننا بنقول موجودة اللي هم عملوها هتحقق جزء منها منها وعلى سبيل الحصر لم نسأل نعم درم؟ في حاجة اسمها التسجيل العقار التسجيل العقار دو بح حصتنا من أول ما دخلنا المجلس مع الحكومة حتى الآن لو تم تسجيل العقار في مصر أنا عايزة أقول لك هيروفى مش مليار في كلام فيها أنها بتوفى 3 تريليون اللي تسجيل العقار قادي جزء بان دي بس صغير في الموضوع زائد إن الضائب الضائب بالصحق طب أستاذ خالد معلش أنا أسفة في أني هقطع حررتك بس عشان هو الوقت بشكل عام كده الحزب المصري الديمقراطي يعتبر هو الوحيد اللي رافض للموازنة ولا في نسبة كبيرة رافضة للموازنة يعني باختصار هيتم تمرير الموازنة ولا لا؟ تعلم يعني الحزب المصري الديمقراطي رافض هذه الموازنة في مجموعة 25 تلاتين إن احنا بنمثلها بردو بنمثلها في البرلمان رافضة للموازنة في بعض الأشخاص الأخرى مرتقلين وبعض الأحزاب سبعت إنها هتوفر للموازنة يعني توقعاتك برضو هتتمرر ولا لا؟ لا هتمر يعني ما أضعيش أقول إنها هتمر لا هتمرش بإن كل واحد قدام قدام الزائر دي هو ضميره أو هو وقناعاته السياسية نعم عموما بكرة بإذن الله هنشوف إيه اللي هيحصل وسيد خالد عبد العزيز شعبان عوضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي شكرا جزيلا لك